الوحدة اليمنية تعتبر صمام أمان الحاضر والمستقبل وهي المدمك والركيزة الأساسية لبناء الدولة الاتحادية وقد أجمع عليها اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بكامل من شرقه إلى غربه وشماله إلى جنوبه الكل بالاستثناء على هذه الوحدة ولا تبنى الدول إلا إذا اتحدت مديريات ومحافظات الدولة بشكل عام لا أخفى على أحد أن الوحدة هي من أساسية الدين الذي قام عليها الدين الإسلامي النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالاتحاد ولم يوصى بالتفرقة مسألة الوحدة اليمنية كانت على مضيئة في التاريخ اليمني فقط وإنما في التاريخ الإسلامي مؤتمر الحوار الذي عقد في صنعاء كان له دور كبير في بيان أساسيات هذه أو ملامح هذه الوحدة طبعا لا نستطيع أن نتحدث عن دولة مركزية وإنما ما يمكن أن يخدم المرحلة القادمة هي الدولة الاتحادية التي ستجمع كل أفراد المجتمع وكل فئات المجتمع وكل طوائفه كلهم سيشعروا بوحدته وسيشعر بنعمة البلد وخيرها وسيستمر على النقل وسيستضل الجميع تحت هذه المظلة الوحدة اليمنية تعتبر بنصدر قوة لليمن الاتحاد القديد الذي سيكون إن شاء الله فيه تنافس قديد أو تنافس قوي بين الأقاليم المتنافسة كل الأقاليم يريد أن يبدع وأن يرتفع بالأقاليم الذي هو ينتمي إليه أولا تعد ذكر الوحدة اليمنية هو الأبرز على مستوى الوطن العربي واليمن في خلال العقد أو خلال الفترة هذا من الزمن الوحدة اليمنية تعد حلم لليمنيين وتاريخ للوطن العربي كان المحافظة عليه هو بوجود مخرقات الحوار المتمثلة باليمن الاتحادي اليمن الاتحادي يعتبر إنقاذ إنقاذ لما تعرضت الوحدة من اختلالات وما تعرضت الوحدة من صعوبات من ما تعرضت الوحدة من الكثير من المعاوقات كان لابد موجود مخرقات التي نتقى عنها مخرقات الحوار لابد موجود يمن الاتحادي يحافظ على الوحدة اليمنية المتكاملة بوجود يمن الاتحادي الدولة الاتحادية هي الضمان الوحيد لبقاء الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية هي الأساس الوحدة اليمنية هي الصلحة الشامخ لليمن كله من الشرق إلى الغرب من صعطاه إلى حضرموت الوحدة اليمنية هي الأساس ونحن كلنا وحدويون ولو في شرنا ما نهمهمهمش الوحدة اليمنية التحادي هو مخرجات الحوار الوطني هو تنفيذ الحوار الوطني هو الصح وهذه هي خطوة تحتسب للمشير عبد الربو منصور هالدي ونشكره على تنفيذ هذا البرنامج حقه ونبشي التطبيق الآن نحن في حال التطبيق بشي تطبيق مخلقات الحوار الوطني هو المخرج الوحيد للشعب كامل